تلبسني العمامة معناها الدين معناها التاريخ معناها المذهب تلبسني تلبسني عمامة أرجع أقول هي تلبستني يعني شلون واحد يقول لك متلبسة جني هي تلبستني أنا كائن آخر لمن ألبس العمامة اللحظة اللي أنت لبست بيها العمامة وأنت شاب يافع سؤالي هل عمامة هل سلبتك شبابك هل أخذت منك أنه أنت ما مارست حياتك كمراهق بشكل طبيعي أم جعلت منك ارتكازا أكثر مما كنت عليه والله سؤال خطر وإذا جاوبة يمكن نصير طرقاء ماكو ترك خلينا جاوبك بالضبط بالضبط العمامة أنا أحكي عن تجربة الشخصية كل إنسان عنده تجربة بس أنا أحكي عن تجربة الشخصية شايف هاي الملكانة اللي بالمحلات مع الملابس وتجي تتلبسها بالضبط العمامة تحولتني كمالي كان بمعنى أنه أشعر أنه أنا لا أعبر عن نفسي أنا أصبحت أعبر عن شيء آخر تلبسني العمامة معناها الدين معناها التاريخ معناها المذهب تلبسني تلبسني خطير هذا إيه تلبسني أنا أنا مو أكثر من ملكانة تمشي بالشوارع لكي تنقل المسج هذا الترادشينال باستعذرني مدام أنت إختارت أن تصف بالملكانة وكأنك تريد أن تقول لقد سترتني يعني شوف هذا يعني أنا شخص عاري يعني إذا تحتش عني فلسفياً لا أنا شخص عاري أحب العري يعني أنا أبداً إطلاقاً ما أحب أن أكون متستر خلف شيء وهو هذا اللي خلاني أنزع العمامة أنا ما أحب أن تستر خلف شيء بس البعد الأهم اللي أنا شنت أقصده أقصد أنه أنا جاهش عن تجربتي الشخصية بس أنا معايش للمؤسسة الدينية درست فيها وعاشرتها ودرست فيها المعمم هو بشكل عام طبعاً هو كائن لا يتحدث عن نفسه يعني هو لا يوجد لديه رأي هو يحمل يقين متوارث وينقل للآخرين العالم تتعامل إيانا كأنما وأنا معمم الناس تتعامل إيانا كأنما أنا شخص عندي رأي كأنما أعبر عن أفكاري عن آرائي هو بالحقيقة لا المعمم لا رأي له ولا فكرة له أصلاً لأنه هو محمل باليقين وبالموروث وجاي حمل على للآخرين فيعني العمامة أرجع أقول هي تلبستني يعني شلون واحد يقول لك متلبسة جني هي تلبستني أنا كائن آخر لمن ألبس العمامة كائن أمثلها لا تمثني أكثر من مرة لقد عدت مصطلحة تلبستني وكأنك تريد أن تقول أن أوسع هذا المحور ولذلك توارد إلي سؤالاً وكأنك ذهبت إليها مضطراً دون رغبة وكأنك تحقق حلم الآخر لا على العكس شوف أنا رحت بالأساس بالأساس شني تراجع من عمان من الأردن أي سنة بدأت المجرحة الحوزة قرأت بها بالستة و سعين أنا رجعت من عمان رجعت دايركت للنجف فمن رجعت أنا رجعت أصلاً بهاجس البحث عن هاي الأسئلة الكبرى اللي حملتها من كتب السلفية في ذلك الوقت كنت أقرأ بيتعمق مثلاً كتب شيخ محمد بن صالح العثيمين شيخ بن باز بن تيمية يعني كنت أقرأ بكتب السلفية بشكل كبير فرجعت محمد بأسئلة الهوية المذهبية داخل التراث الديني فرحت للنجف فأنا كنت فرحان فرحان بدراستي بالحوزة كان أيضاً بذلك الوقت مرجعية السيدة الشهيد محمد الصدر ومرجعية عراقية قريبة من الناس متواضعة طيب القلب فكنت فرحانين بهذا الجو وبعدين بيها نوع من المشاكسة تجايب بشكل وبآخر تجايب تتحدى النظام وهذا أيضاً بيها في الجانب فكنا فرحانين بيها لكن بعدين تكتشف أو أنا اكتشفت حتى ما عمم بعدين اكتشفت أنه هي صادرت مني عقلي اللي هي؟ العمامة صادرت عقلي صادرت مني ذاتي كلك كياني كاملاً مو بس عقلي يعني لا أنت مثل العالم تقدر تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا تطلع ولا تطب ولا تخالط الناس بصورة طبيعية ولا أنت حياتك كلها تتغير يعني أسلوب حياتك علاقتك بأقاربك بناسك كله يتغير وانت تصير مثل الببغاء ملقاً بمجموعة من النصوص والأدبيات التراث الديني الغيرة وانت دائماً تسأل ومطالب أن يتجاوب بس عمامة العمامة سلبتني عقلي من يؤكد من يؤكد أنك كنت عاقلاً لا يعني ماك واحد يقدر ينفع عني عقلانيتي لو لم أكن عاقلاً لما أثرت الأسئلة الكبرى في مسائل الدين لما جالس قدامك ما هي الأسئلة الخطرة شيء أنا ما تركت سؤال أزاء الدين ما أثرته يعني أكاد أكون يعني لم أترك للدين باب إلا وطرقته لم أترك للدين مثابة مقدسة إلا وتوقفت عده ما تركت ولا زلت كنت تسأل أم كنت تشكك؟ ما هو شوف هو أصل فكرة الرجل الدين اليقين يعني أنت أصلاً حتى تكون رجل دين وتأمي الناس بالصلاة كنت عندك يقين بكل شيء مجرد أنه أنت تثير الأسئلة في المجال الديني خلص أنت تمردت لعبت بالإعدادات فأنا تمردت لعبت بالإعدادات لعبت؟ بالإعدادات كلها بالإعدادات بس يكفيني شرفاً لما حسيت نفسي أنه أنا لا أحمل اليقين الديني بكل أمانة وصدق مثل ما لبست العمامة وأنا مغرق باليقين معتق باليقين نزعت العمامة حتى أرجع أمثل فكري وعاقلي أنت مغرق بالشك أنا كائن شك كائن شك ولا ما أكون عاقل هذا المحور خطير جداً شيء غاية ممكن الغوص بي قد يكون مكلف ولكن دعنا نسبر أغوالا دفعنا التكاليف ليه قدام نجم إيش ظلم التكاليف ما مدفوع أنت وغيرك من حقه أن يشك في قصة الخاصة بك كنت تشك بالنص عن بالتفسير بالنص بالنص طبعاً التفسير مسألة اجتهادية كل الناس ممكن تفكر بيها ما بيها إبداع ماكو عمق أنا لا شكوكي وأسئلتي أثرتها على النص لأنه بالأساس هو المفسرين ليش عندك هالكم الهائل من المفسرين للنصوص الدينية ليش هالكم الهائل من الفقهاء ليش هالكم الهائل من المجتهدين بالمسائل الدينية لأنه النص هو المشكلة النص هذا يجيبه منه يريدي عالجه وذاك يريدي برره وهذا يريدي أوله وذاك يريدي لزقه النص هو المشكلة اشتركوا في القناة